الدرس التالت. الاثار الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قبل ما نبدأ في جرح الدرس حابب بس اشكركم جميعا او اشكر كل اللي موجود عندي على القناة. النهاردة وصلنا اتناشر الف اه مشترك او متابع على قناة اليوتيوب. ومن البداية لما انشأت قناة اليوتيوب ديت كان الهدف منها الاول والاخير ان انا انشر العلم او انشر حاجة تفيد الناس. فا اه ولان المنتشر على الانترنت اي حاجة غير تعليمية وان الفيديوهات التعليمية ما بيبقاش ليها انتشار كبير. فده في حد ذاته اه بالنسبة لي انجاز. فالحمد لله وشكرا لكم تاني ومنورني والله في القناة جدا جدا جدا. نبدأ في شرح الدرس بتاعنا وهو الاثارب ايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الايجابية اللي هي الحاجات الكويسة اللي بتعملها لنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا اليومية. تمام. طيب بصفة حضرتك انا او انت اه مواطنين رقميين عايشين في الدولة بتاعتنا ونستخدم ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ثلاث حاجات. هنركز في الدرس ده على استخدامنا لادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ثلاث حاجات. التعليم والمشاركة والتواصل. وهنعرفهم مع بعض واحدة واحدة. بس الاول هو بيقولك بصفتك مواطن رقمي. يعني انا مواطن قدرت ان انا اتحرر او اطلع من الشكل التقليدي والشكل القديم اللي احنا كنا عايشين عليه. لمواكبة العصر ومواكبة ادوات التكنولوجيا والتطور التكنولوجيا السريع اللي احنا بقنا فيها. طيب في عام 2018 الحكومة بتاعتنا وفرت ادوات ومصادر رقمية او ادوات ومصادر تكنولوجيا حديثة بتساعد حضرتك كمواطن على التمتع بوقتك من خلال قراءة الكتب الرقمية مثلا. طيب كتابة قراءة الكتب الرقمية يعني انا بدل ما كنت ممسك كتاب ورق وقراه بقيت ممكن اجيب الكتاب ملف موجود قدامي على تليفون او تابلت او آآ كمبيوتر. تمام? وابدى اقرأ اللي انا عايزه. تمام? وكمان انا اقدر امارس اي انشطة آآ تعليمية او رياضية او ثقافية على آآ شبكة الانترنت بسهولة. تمام? وقدرنا كمان احنا كطلبة مدارس وجامعات ان احنا نشوف الدروس التعليمية في آآ فيديوهات على قنوات اليوتيوب زي ما احنا بنعمل كده دلوقتي اهو. وكمان بقى موجود عندنا آآ قنوات تلفزيونية كتير زي قناة مدرستنا وزي قنوات الازهر اللي بتنزل دروس تعليمية وفي كزا قناة آآ ومصر التعليمية في كزا قناة يعني تعليمية كويسة جدا آآ اطفالنا ممكن ان هم يشوفوها وبتنزل الجدول بتاعها آآ واللي عايز الجدول كمان يطلبوا مني في الكومنتات ان انا هنزل لكم الجدول آآ لعرض الدروس على القنوات التعليمية دي. تمام? وخد بالك ان القنوات التعليمية ديت اللي بيقدم فيها الدروس التعليمية خبراء في وزارة التربية والتعليم ومستشارين في المواد التعليمية. كل اللي احنا بنقوله ده واللي وفرته لنا الدولة المصرية من مصادر وادوات رقمية تكنولوجية آآ آآ يصبح مفيد لما تقابلنا مشكلة كبيرة تأثر علينا ان احنا نخرج من بيوتنا ونروح ايه? المدارس او نروح الشغل او نروح آآ في فترة كورونا لما اضطرينا لغلق المدارس ووقف العمل واضطرينا ان احنا نستخدم الانترنت في التعليم وفي العمل عن بعد. فهنا تظهر آآ قوة او اهمية التكنولوجيا وادوات التكنولوجيا الرقمية. عندنا بعد كده خلاص خلصنا كده الجزء احنا قلنا ثلاث حاجات التعلم والمشاركة والتواصل. خلصنا التعلم. المشاركة بقى يقصد بيها منصات مشاركة الفيديو. واول حاجة طبعا من مشاركات منصة الفيديو اليوتيوب. طبعا اليوتيوب احنا كلنا هو بقينا بنعتمد اعتماد كبير جدا على فيديوهات اليوتيوب والتعلم من خلالها. حضرتك تقدر تستخدم منصات آآ اللي بتنشر فيديوهات تعليمية شبه الفيسبوك اليوتيوب تويتر انستجرام كل دي منصات تقدر من خلالها انك تجيب فيديوهات تعليمية واكبرهم واشهرهم طبعا اليوتيوب تمام? تقدر من خلال المنصات دي ان انت تتعلم مهارة جديدة عايز تتعلم الرسم مسلا على سبيل المثال في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب تقدر تجيبها ان انت تتعلم الرسم من اه الصفر حتى الاحتراف عايز تتعلم البرمجة مسلا تقدر على على اليوتيوب تجيب فيديوهات تعلم البرمجة وفيه قنوات كتير واللي عايز يعرف القنوات دي سيبلي برضو اه تعليق تحت الفيديو وانا هقول لك على لينكات لقنوات مهمة جدا هتعلمك اه البرمجة او الرسم او اي مهارة انت عايز تتعلمها تمام كمان انت لو حضرتك عندك مهارة وعايز تعرضها للناس تبدأ تعمل لها فيديوهات وتنزلها على منصات مشاركة الفيديو شبه مثلا اليوتيوب زي ما بنقول وعلى سبيل المثال انا مثال قدامك اهو انا عندي مهارة ان انا مدرس مدرس كومبيوتر او مدرس تكنولوجيا فببدأ اعرض المهارة بتاعتي وفيد بها غيري عن طريق الفيديوهات اللي انا بنزلها لحضراتكم دي وربطكم اعجبكم الحاجة التالتة اللي هو التواصل الاجتماعي التواصل مع الاخرين عبر الانترنت سواء كنت طالب او اه حد كبير تقدر اه تتواصل مع الزملائك في الفصل بشكل افتراضي على الفيسبوك مسلا تعملوا اه غرفة دردشة جماعية وتدخلوا كلكم ويبقى كلكم زهرين قدام بعض وشافين بعض وسامعين بعض وتبدأ تتنقشوا في موضوع ماه وتبدأ يعني انا ممكن دلوقتي اقول لكم ان انا يا عشاء يا ولاد هطلع معاكم لايف بكرة الساعة تمانية على سبيل المثال على الفيسبوك وهنبدأ ان احنا آآ نتجمع كلنا الساعة تمانية وهبدأ ابعت لكم لينك ونخش عن طريق اللينك ده سواء على اليوتيوب او آآ على الفيسبوك او على آآ زوم او على التيمز مسلا لو هندخل على التيمز اعمل لكم ابتماع وقول لكم بكرة الساعة تمانية ابعت لكم اللينك هتخش عن طريق اللينك ده وهتبص تلاقينا كلنا عبارة عن فصل موودين مع بعض شايفين بعض وسامعين بعض وابدأ اشرح لكم اي بوزئية ما آآ تطلبوها تمام تقدر كمان انا حضرتك تنضم اي مجموعة موجودة عبر الانترنت بتعلم مهارة شابه ان انا ابني عايز اعلمه آآ مهارة لعب الشطرنج مسلا ففي مجموعة بتتجمع مسلا اسبوعيا بيعودوا مع بعض اونلاين عن طريق محادسة فيديو على الزوم مسلا على برنامج الزوم ويبدأ المستر بتاعهم يعلمهم ازاي آآ يفكر وازاي يلعب شطرنج او رياضة او اي مهارة تعليمية وده الهدف من التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الهدف الاول والاخير ليه ان احنا بنستفيد من آآ مهارات بعض ونتبادل مع بعض الخبرات اللي موجودة عندنا وده كده كان الدرس التالت من المحور التالت في المواطنة الرقمية والدرس كان الاثاري الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتمنى تكونوا استفدتوا واستنوني قريب جدا على الدرس الرابع